معلومة طبية ماركت ودع أهلك بمناسبة إن فيه كسوف شمسي النهاردة فيه فتي وهري كتير في الموضوع خطورة كسوف الشمس على عين فالله بينا نعرف الموضوع خطير بجد ولا كلام فارغ مش صح إن فيه أشعاعات مختلفة أو شدتها زيادة بتيجي وقت الكسوف بل إن الأمر بيمنع جزء كبير من ضوء الشمس صحيح الضوء المرقي بيقل لكن الأشعة فوق البنافسجية الضارة جدا ما بتقلش وهي دي المشكلة الأساسية لأن الوضع ده بيخدع جزء مهم في العين وهو العضلة القزحية وهي الجزء الملون في العين واللي وظفتها تحديد كمية الضوء الداخل العين والواصل للشبكية علشان الناس تشوف لما الشبكية تبعت إشاراتها للمخ لما الضوء بيقل بسبب الكسوف بتنقبض القزحية وبتفتح حدقة العين أو في ناس بتسميها بقبق العين على الآخر بالتالي بيمر كمية أكبر من المسموحة من الأشعة فوق البنفسجية يتضر جدا بالشبكية واللي ممكن يوصل الموضوع لفقدان البصر تماما الموضوع كده عامل زي كاميرات زمان لو الفيلم تعرض لضوء زيادة أو صورت في اتجاه الشمس يتحرق وده تقريبا اللي بيحصل في خلايا الشبكية بالتالي الوضع لا يمكن رجوعه لوضعه الأصلي تاني لذلك يجب تجنب النظر للشمس في وقت الكسوف مهما كان نوعه كل أو جزئي دمتم بصحة وسلام أنتم وحبيبكم صدقتوا بقى أن هامر كتودع أهلك استنوني في المعلومة الجاي سلام